مرحباً أهلاً وسهلاً بالجميع في فيديو اليوم وبإذن الله سوف نقوم بحل وشرح فرض الفصل الأول في مادة اللغة الإنجليزية لسلامية السنة الثانية متوسط عندنا النموذج الأول أو النموذج رقم واحد إذن عندنا إختبار الفصل الأول في مادة اللغة الإنجليزية أول حاجة حمتبهها هي النستعي بالنسبة للنس الحنقر هنا قلي أنا لندقتي إنها هي مرحباً يا شهي سما هي مرحباً وأيضاً وموظر حتى جداً ومسكتين وموظر جميع الأمر فأعتبت بمجابة لكن أنت تحاولي تت combattر إذن الآن عندي هذا هو النص انتعي بنسبة النص تاير هو يتكلم لينا قال لي هنا راها ليندا تتكلم على صديقتها المفضلة سلما إذن مش قلت لنا ليندا هنا ليندا قلت لنا I am ليندا يعني أنا ليندا اسمي ليندا This is my best friend يعني هذه صديقة المفضلة سلما سلما She is 11 years old يعني عمرها 11 سنة She is beautiful يعني هي جميلة She is beautiful ولا إذا بغينا ننطقوها تمام مباشرة نقولوا She is beautiful The abbreviation She is tall and slim يعني هي طويلة ونحيفة She is tall and slim She has big green eyes and long straight dark hair She has big green eyes يعني لديها عينين خضرات كبيرتين and long straight dark hair وشعر طويلة straight يعني مسرح dark hair Her nose is small She wears a pink dress and blue shoes يعني للأنفتاح صغير She wears a pink dress يعني هي ترتدي pink dress dress معناها ثوب وردي pink dress pink dress and blue shoes blue shoes blue shoes يعني حذا أزق My friend يعني صديقتي هنا لين دعت تكلمة عساقتها قلت صديقتها قلت صديقتي My friend likes swimming يعني تشتي السباحة likes swimming لاحظوا هنا My friend نقدرون أن نعوضها بشي يعني هي هنا ما قبل قلتنا شكون سحبتها قلت لنا هنا هي سلمة هنا قلت لنا سلمة إذن نحنقوله هنا هي شي هي قلت لنا ثاني My friend شكون الفرند تحا شكون صديقات تحا هي سلمة إذن My friend يعني سلمة ولا نعوضها بشي هنا رح نقوله شي هنا رح نقوله she likes ولا she likes هنا رح نقوله she likes رح نزيده هنا الاس اكيد she likes swimming يعني تشتي السباحة swimming but she dislikes boxing يعني وتكرها dislikes معناها ما تشتيش معناها اسمها كما نقوله غير مهتمة ب boxing هي الرياضة الملاكمة أو الملاكمة نقدر نقوله she dislikes boxing ولا نقدر نقوله she hates boxing يعني هي تكره ولا هي لا تحب there's likes لا تحب وهيت معناها تكره إذن هدناها هو كي أن نستعنا هنا بالنسبة لنستانة تكلمت في حالينا على best friend أو وصفتنا best friend صديقة مفضلة وصفتنا العمر صديقتها الطول والوزن The height and the weight وأيضا العين انتحة her eyes her hair her nose the outfit يعني اللباس انتحة وأيضا وصفت likes and dislikes يعني الحويش اللي تشتيم الحويش اللي ما تشتيم وحويش اللي ما تشتيم ش صديقة انتحة إذن الآن عندي بنسبة لأتماني الأول عندي الرزق الأول عندي I read and do يعني أقرأ وأحلتمين هذا and do task 1 تماني الأول I read the text and complete the table يعني أول حاجة هنديرها هي نقل النص ومن بعدها complete the table ومن بعدها نكمله للجدول هذا I read the text and complete the table الآن عندي أولا name يعني الاسم هنا الاسم راهو يتكلم لي على الاسم تاع best friend تاح تاع الصديق المفضل تاح عندي age يعني العمر تاع الصديق المفضل تاح hair الشعر تاح eyes للعين تاح و الكلابس أو or the outfit يعني الملابس ولا outfit انتح يعني اللي بس اللي تلبسوا إذن عندي name أولا عندي هنا نلاحظوا عندي ها هو النص ها هو عندي النص انتع عندي بنسبة ل النام يعني الاسم هنا انتح نلاحظوا في النص وش قال لي هنا وش قالت لي قات لي this is my best friend سلما she is 11 years old قاتنا this is my best friend سلما يعني اذكرتنا الاسم تاح الاسم تاح هنا هو سلما بنسبة العمر العمر التاح قات لنا she is 11 years old يعني عمرها هو 11 years old الآن عندي hair بنسبة لشعر تاح وش قالت لنا يدنا هنا she has big green eyes and long straight dark hair هنا وش قالت لنا قات لنا يبلي عندها أولا نحن نحل الشعر أولا عندي long straight dark hair يعني شعر غامق اللون كما نقوله مصرح straight وطاويل إذن عندي هنا straight dark long hair الآن عندي eyes بنسبة العين وش قالت لنا she has big green eyes يعني عندها عيني خوفة كبار الآن بنسبة clothes يعني بنسبة للملابس وش قالت لنا she wears pink dress and blue shoes يعني هي سلبس pink dress يعني ثوب وردية blue shoes يعني أحذية أحذية blue معناها أزرق زرقاء اللون إذن عندي pink dress هي اللولة يعني ثوب وردي وثانيا نقولنا blue shoes يعني blue shoes يعني أحذية زرقاء اللون إذا الآن عندي task 2 التمرين الثاني I read the paragraph and say true or false يعني رح نقرأ الفقر ونقول صحيح أو خطأ يعني يعطاني هنا مجمع عمر العبارات هنا رح نكتب كل عبارة صحيح أو خطأ حسب الفقرة إذن عندي واحد عندي سلما is Linda's mother يعني سلما هي أم ليندا هي أم ليندا سلما is Linda's mother عندي هنا ثانيا قالي سلما is 11 يعني سلما العمر تحوى 11 عشرة سنة 11 years old she puts on a pink shirt يعني هي تضع أو تلبس pink shirt يعني قمي صور دي هذة العبارات حسب الفقرة هنا وش رح نقر صحيح أو خطأ حسب قالت ليندا هنا ليندا قتلهم I am Linda this is my best friend سلما نلاحظه قتلنا هنا أنا ليندا هذه صديقة المفضلة سلما يعني سلما هي الصديقة المفضلة لليندا وليست أم ليندا إذا نقول فلس خطأ هنا سلما is not linda as member الآن عندي سلما is eleven سلما يعني سلما العمر هو 11 سنة هنا وش قتلنا قتلنا she is 11 years years old يعني العمر سلما هو 11 سنة إذا هنا نقول true يعني صحيح she put on a pink shirt يعني هي تضع أو تلبس a pink shirt يعني قميص وردية she wears a pink هنا وش قلنا في النص قلنا she wears a pink dress يعني هي تلبس ثوب وردية وليس قميص وردية إذا هنا وش نقول نقول false أو خطأ الآن عندي التمرين الثالث task free قلي I find in the paragraph the synonyms of these words of these words هنا يعني نلقى في هذا الفقرة هذه the synonyms يعني المرادفات من هذه الكلمات these words يعني هذه الكلمات puts on وش معنى puts on هنا شرحناها ما قبل وعندي أيضا loves loves هنا رح نجبدو المرادفتحها من النص وهاء هو كي النص إذا عندي أول كلمة هنا هي puts on puts on هي نفسها she wears she wears a pink dress نقول she wears a pink dress يعني هي تلبس a pink dress ثوب وردي ولا نقدر نقول she puts on a pink dress يعني هي تضاع أو تلبس a pink dress يعني ثوب وردي الآن هندي loves اللافز المعد تفتح هنا هو likes يعني تحب هنا like ممكن نبدأ بها الإعجاب هنا يعني نقول أنا كما نقول معجب بهذا الشيء هذا أو الرياضة هذه أو likes وعندنا love بنسبة love كما نقول نتكلم في على كما نقول أنا نحب الحاجة هذه يعني المعنى love رح يكون أكثر من like إذن الآن عندي بالنسبة للتمرين الثالث هنجز الثالث عني قلي I find in the paragraph the opposites of these words يعني نلقى في الفقرة هذه أو نص ساعية عكس هذه الكلمات من الثالث المعاد الآن نلقى العكس أو الثالث تحت الكلمات الآن أعطاني هزوش كلمات الكلمة الأول اللي عندي هي big يعني كبير big كبير وعندي هنا fat معناها سامين يعني هلقوا like استحم أو ضد انتحم في الفقه اللي عندنا هنا أو في النص متعنا عندي أول كلمة هي big هنا big العكس معنا تحوى كبير يعني حاجة كبيرة أما بالنسبة ل ضد هو حاجة صغيرة يعني صغيرة باللغة الإنجزية وش هنقول ورح نقول أكيد small إذن هاي كبير في الفقه لدينا small أما بالنسبة الفات فات منها سامين نقول fat أو override يعني نقول سامين أو override يعني كما نقول وزن زائد إذن فات هنا ضد انتح في النص هنا هو أكيد slam إذن slam معناها نحيف slam معناها نحيف العكس صحة هو سامين يعني fat now for b الآن بنسبة لي جزء ثاني عندي mastery of language إذن الآن هندي تاسكون يعني تمين الأول I complete with can or can't يعني نحن نكمل الجملة التالية ب can can الفعل can معناها استطيع can't can't معناها لا استطيع أو cannot معناها لا استطيع و نقول يعني لا استطيع أعمى يعني سليم أعمى يعني سليم أعمى ولا نقولو he can see anything يستطيع أن يرى أي شيء ها باكي الآن عندي ثانيا I am a taxi driver يعني أنا يعني كما نقولو taxi driver ليس سواء taxi I يعني أنا drive the car أنا I can هنقولو I can drive the car يعني أنا استطيع أن نقود سيارة or I can't drive the car ولا ما أصدت ما قدرش أنه نقود سيارة إذن ها يك لأنه نروح للحلقة لأنه سليم is blind يعني سليم أعمى هنا نقولو can't see anything سليم is blind he can't see anything يعني سليم أعمى هو لا استطيع أن يرى أي شيء I am a taxi driver I can drive the car يعني أنا سواق taxi يعني أنا I can drive the car يعني أنا أستطيع أن أقود السيارة إذن الآن عندي task 2 يعني ثمانية ثانية قال لي I name my body parts يعني نسمي الأجزاء تهل الجسم عندي هنا ears عندي mouth عندي nose وعندي eyes الآن ها هما عندي ها هما كي body parts يعني أجزاء الجسم التاعي ها هما وانا راح نسميهم هنا هذا وشي هو هذا وشي هما هذا وشي ما عندي أولا هنا ears عندي ears ها هما كي ears هما الأذنين one ear يعني أذن واحدة two ears يعني أذنين الآن عندي mouth mouth يعني فم mouth nose يعني أنف nose eyes عينين how many eyes do we have we have two eyes يعني عينين عدنا عدنا عينين we have two eyes يعني عينين الان عندي task free i put each word in the right column يعني راح نحط كل كلمة في ال column يعني كما قل خلي المناسبة لها عندي هنا مجمعة من الكلمات وعندي هنا النطق نتاع الاس الاخر هنا عندي اس عندي ز عندي اس ز and is يعني حسب النطق عندي هنا أولا loves loves نطقتها راح يكون يبرا عن ز loves practices practices نحن نطقتها از الاخر practices dislikes dislikes هنا بالأس dislikes وعند الان plays plays أكيد نطقتها ز راح نقول plays he plays he plays basketball or football or volleyball الان لاحظوا عندي part two الجزء الثاني situation of integration الان عندي بنسبة الوضحية الإدماجية قال لي fill on the gaps so that the paragraph makes sense يعني نحن عمر الفراغات باش الparagraph هذي الفقرة هذي راح يكون عندها معنى makes sense يعني راح يكون عندها معنى الانجلي use the suitable piece of information ونستعمل المعلومة الصحيحة أو المعلومة المناسبة إذا الآن أعطاني هذه المعلومات أو هذه الكلمات هذه عندي football long dark hair tall in the morning blue eyes and slim الآن عندي منصبه التعبير قل هنا I have a new cousin يعني لدي ولد عام ولد خال جديد his name is علي يعني اسمه هو he is راح نكمل هنا he is and يعني هو هكذا وأيضا he has هو يملك with وأيضا ولا نقول مع هنا with he likes يعني وش يشتي هنا وهنا قال he practices sports يعني هو يمارس الرياضات هنا الوقت هنا إذن عندي I have a new cousin his name is علي he is يعني هو tall يعني طويل the height and هنا عندي slim ونحيف نحيف معناها slim يعني هنا the weight يعني الوزن he has يعني هو يملك blue eyes يعني عينين زرق وعين with long dark hair مع شعر غامق طويل he likes يعني هو يحب football يعني كرة القدم he practices sports يعني هو كما يمارس الرياضات in the morning يعني في الصباح وفي نهاية هذا الفيديو أشكركم على حسن المتابعة بنجاح وتوفيق أصدقائي